أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رسقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عنفه على الماء ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا ولئن قلت إنكم بعثون من بعض ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذم إلى أمة معدنة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصربا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستعزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفر ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخر إلا الذين آمنوا عن الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطاتوا من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستديبوا لك فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فلأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي ليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتنوه شهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عيوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين بالأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخزرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحة وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب جنتهم فيها قلد مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثله أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قمه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بديا وما نرا لكم علينا من فضل بل نذنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أننذبكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما إن أجني إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهل ويا قوم من يرسلون من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عند خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدق قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجز ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجنمون وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئذ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنكم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه وكلما مر عليه ملأ من قومه سقروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يغزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاءنا وفردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما من معه إلا قليل فقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربنا غفور رحيم وهي تجد بهم في موجين كالجبل ونادى نوح ابنه وكان في معظر يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافر قال سأوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحان بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه أعمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام مننا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الريب نوحيها إليك ما كنت تعلم ها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عد أقهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تدوا إليه رسل السماء عليكم مدررا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرم قالوا يا هود ما دئتنا ببينة وما نحن بترك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني برئ مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آقذ بنصيتها إن ربي على سراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا له شيئا إن ربي على كل شيء حفظ ولما جاء أمرنا نجينا هدى والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عند وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عدا كفروا ربهم ألا بودا لعاد قوم هد وإلى ثمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرواه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أدنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لك شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصر من الله إن عصيت أما تزيدون غير تخصير تخصير ويا قوم هذه ناقط الله لكم آية فذرها تكن في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من ومن قزي يومئذ إن ربك هو القبيل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم على بعدا لثمود ولقد جاءت رسلون إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجر حنيث فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو جس منهم قفا قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقب قالت يا ويلة أألد وأنا أعجز وهذا بعد شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته وعليكم أهل البيت إنه حميد مجين فلما ذهب عن إبراهيم الراع وجاته البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لأواهم إن إبراهيم لحليم أواهم منب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوط أنسئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصب وجاءه قومه يهرعون إليه قال يا قوم هؤلاء بناتي هم لا طهر لكم فاتقوا الله ولا تغزون بي ضيف أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أغاو إلى ركن شديد قالوا يا نط إن رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا مراتك إنه مصيب هما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها عجارة من سجل وأمطرنا عليها عجارة من سجل مغضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بمعيد وإلى وإلى مدينة أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محض ويا قوم يوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبقصوا الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرجيم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على مينة من ربي ورسق منه رزق حسن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاط وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصابق ومنوح أقام هود أقام صالح وما قول طن منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنرك فينا ضعيف ولولا رهتك لردمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهية إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزه ومن هو كذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة من الله وأخذت الذين ظلموا الصحة فأصبعوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطن مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقضوا قومه يوم القيامة فأرادهم النار بئس الولد المرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفت المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آليتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الأقرى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفن وشهق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزود فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفهم نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاقلب فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغوه إنه بما تعملون بصر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهر وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئة ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يدعى المخصنين فلولا كان من القرور أولو بقية فلولا كان من القرور من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلاقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقل لن أص عليك من أنباء الرسول ما نثبت به فعادك وجاك في هذه الحق وموعزة وذكر للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إن منتظر ولله ضيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سورة يوسف مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآن عربي لعلكم تعقل نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس أجدين قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجدت بك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسعاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائل إذ قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبي ونحن عصب إن أبانا لفي ضلال مبين قطلوا يوسف وطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالح قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فعنين قالوا يا أبانا ما لك لتأممنا على يوسف وإن له لنصح أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لعفظ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبقوا قالوا يا أبنا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قمصه بدم كذب قال بل ثولت لكم أنفسكم أمراه فصبر جميل عسى الله أي فصبر جميل والله مستعان على متصف وجاءت سيارة فأرسلوا وردهم فأدلاد وقال يا بشر هذا غلا وأسره بضعه والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزهد فقال الذي اشتراه من مصر لمرأته يكرم مثوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأوير الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتناه حكما وعلمه وكذلك نجزي المحصنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مفواي إنه لا يبرع الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي كذلك لنسرق عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يستنأ عذاب ألم قال هي رادت لي عن نفسي وشهد شهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم نعظم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابط فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتنت لهم متكأ وآتت كل وحدة منهن سكين وقال تخرد عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيدهن وقلن حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لمت نني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليستنن وليكون من الصاغر قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه وإن لا تصرب عني كيدهم أصل إليهن وأكون من الجاهل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدلهم من بعد ما رأه الآيات ليستنه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم من آخر قوم كافر واتبعت ملة آباء إبعاهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستطيع وقال للذي ظن أنه ناجي منه ماذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سن فقال الملك إني أرى سبع بقرة سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلة الخضر وأخر يا بسات يا أيها الملو أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أطغص أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعلم وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبهكم بتأوينه فأرسل يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرة سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخر يا بسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين جأب فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل لما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسن ثم يأتي من بعد ذلك عم فيه غسل نسو فيه عصر وقال الملك أتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بالو النسوة التي قطان أيدهم إن ربي بكيده عليم قال ما خطب كن إذ راوت من يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علم عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص حص الحق أنا راوت ه عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم